تتواصل مظاهر النهضة الاقتصادية والعمرانية في محافظة شمال الباطنة وما يصاحبها من بنية أساسية وطرق ومرافق خدمية أخرى حيث نعكس ذلك على زيادة النشاط العقاري في المحافظة خلال العام الماضي في شهر ديسمبر المنصر حركة عقار كبيرة حيث وصل حجم الاستثمار لدينا لأكثر من 9.5 مليون ريال عماني تصدرت المرتبة الأولى ولاية السويق بـ 420 عقد بلغت قيمتها مليون و664 ألف حراكا ملحوظا شهدته محافظة شمال الباطنة في النشاط العقاري تركز في عقود البيع والرهن والمبادلة بالإضافة إلى تسجيل عقود الهبات والإرث وفك الرهن أسباب الرئيسية التي جعلت نمو شراء العقار لدول مجلس التعاون في المحافظة تعود لأسباب كثيرة حقيقة منها توفر البنية التحتية مثل طريق الباطنة السريع سكة القطار طريق الباطنة الساحلي هذه أسباب رئيسية بالإضافة إلى الاستثمار في صحار ميناء صحار وفي شأن تملك الخليجيين وفقا لضوابط تملك العقار في السلطنة فقد أسهم ذلك أيضا في زيادة النشاط العقاري بالمحافظة حيث بلغ عدد سندات الملقية الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي إلى 136 متملكا خليجيا يرجع البعض أن الارتفاع في قيمة النشاط العقاري بمحافظة شمال الباطنة يرتبط بحركة الاستثمارات والأعمال التجارية في المنطقة الاقتصادية الكبرى بصحار من محافظة شمال الباطنة علي بن سالم البادي ترجمة نانسي قنقر